السلام عليكم ورحمة الله في هذه الحلقة الجديدة من بيت للكل نحاول إماطة لثامي عن حقيقة ما يكابده المواطن الفلسطيني في قطاع غزة وفي سائر أنحاء بلادنا فلسطين بفاعل الحرب العدوانية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني تمام يا خالد فعلا مضبوط أنا باتتفق معاك تماما والحقيقة يعني ما حدث في هذه الحرب على قطاع غزة وما حدث أيضا للقضايا الفلسطينية هو كمان التفاعل الكبير جدا للجيل الحالي شباب وأطفال في السن الصغيرة الحقيقة يتفاعلون وينضمون لهذه القضية لأول مرة في عمرهم لأول مرة يكون في وعي لأول مرة يكون في أسئلة لأول مرة هم يشيرون كل من هو متعاطف مع القضية ومع أهلنا في قطاع غزة وهم داعمون طول الوقت وهم مقاطعون تماما لكل من ينضم إلى المحتل الإسرائيلي الغاشم الجيل الصغير والشباب الآن أصبح لديهم فكرة الانتماء فكرة العروبة فكرة أنه لا أنا حدافع عن أهلنا في قطاع غزة لأن ده جزء من عروبتنا جزء من قضيتنا جميعا أصبحت القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية وما يشاهدونه الجيل الجديد جزء من يومهم تماما نجد مثلا شباب صغير في قطاع غزة هم من يتفاعلون هم من يقومون بمراسلة يعني باقي السوشيال ميديا أو كل من يشاهدهم وهم ينقلون الصوت والصورة وكل ما يحدث في قطاع غزة بأسلوبهم بطريقتهم بعشوائيتهم الجميلة بأسلوبهم بأنهم ينقلون الحقيقة حتى لو كان القصف فوق المنازل هذا ما يحدث اليوم على مواقع التواصل سواء من قطاع غزة أو مواقع التواصل الموجودة في مصر والموجودة في العالم العربي الجميع من الجيل الحالي يدعم القضية الفلسطينية بوعي كبير ومختلف وهم أول من قاطع كل من منتجات أو كل من دعم المحتل الغاشم وهم أول من يؤيد كل من يدعم القضية الفلسطينية نحن بخير مع هذا الجيل الجديد لانا مساء الخير تحية لأهل فلسطين وتحية لترابي فلسطين وتحية للشباب الفلسطيني الذي استشهد وهو متمسك بأرضه وبحقه وتحية أيضاً وإكبار للشباب العربي الواعي هذه القضية وما تقوم به إسرائيل من أفعال وجرائم هي أسوأ ما أنتجت الأرض البشرية والإنسانية الشباب العربي الذي قدم الرواية والقضية الفلسطينية عبر وسائل التواصل أجمع بكل نزاهة وبكل مصداقية دون تزييف أو تكذيب أو تضليل للحقيقة وذلك لأننا مؤمنون بأننا أصحاب حق وشتان ما بين صاحب الحق وبين مقتصب الأرض أهلاً بكم إلى بيت للكل الذي واكب ورصد نبض الشارع العربي منذ بدء هذه الحرب المسعورة على أرضنا وشعبنا هذه الحلقة نخصصها للحديث عن التنامي اليقظة والشعور بالانتماء لفكرة العروبة حيث تشكل فلسطين القاسم الجامعة والمشترك الديني والتاريخي ولهذا لمسنا هذا الاندفاع العفوي والعطفي تماماً الذي طالب بوقف هذه الحرب اللعينة ضيفي لمناقشة ما سلف السيد فهم الزعرير أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني أهلاً بك أخي أبو مهند أهلاً بك بداية كلنا واكبة هذه الحرب اللعينة هذه الحرب المجنونة التي أتت على كل شيء كيف من وجهة نظرك وتقديرك وأن تقارئنهم أيضاً كيف هذه الحرب أثرت على الوعي الجمع العربي أنا برأيي أولاً بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذات المصاف الرحمة والمجد لشهداء الشعب الفلسطيني وشهداء الأمة العربية على امتداد منطلاتها منذ الانتدابات وحتى هذا اليوم وثالثاً فيما يخص سؤالك فالحقيقة أن الآثار التي ترتبت على هذه الحرب برأيي الشخصي المصار الأساسي الموجود فيها ما يتعلق بالتطبيق هذا رأيي خاص الاعتبار التالي ربما يكون أحد الأسباب التي أدت إلى ما يمكن أن نسمع الاستباحة والتكبر والتعالي والبجاحة في سلوك الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني أنهم ظنوا أن عمليات التطبيع في منطقة الشرق الأوسط قد أفضت إلى اعتبار أن الاحتلال طبيعي في هذه المنطقة وأن غير الطبيعي بها الفلسطين وأنه بالإمكان أن تنشأ هناك علاقات طبيعية ما بين الاحتلال الإسرائيلي وعديد الدول العربية وحتى ما بين ما يسمى بالمجتمع الإسرائيلي وأبناء الأمة العربية بيد أن هذه المعركة عادت من جديد إلى ما يمكن أن نسمى بالصدمة اللامعة لأبناء الأمة من جديد في أن القضية الفلسطينية اللي بالمناسبة هي حقيقة في وجدان أبناء الأمة هي القضية الأولى والقضية المركزية الأولى والمركزية وأن فترات ما يسمى بالربيع العربي وما تم تحويله لربيعا غربيا في العالم العربي لم تنهي بحالة من الأحوال مكانة القضية الفلسطينية في داخل أبناء الأمة سواء من المحيط إلى الخليج ومن الجنوب إلى الشمال فضلا بل وتذكارا رئيسيا لأبناء الجاليات العربية المهجرة في كل دول العالم تكافؤا وتعاضضا مع الجالي الفلسطيني برأي الشخصي أن العامل الأساسي أو المحرك الأساسي أو الغاية الأساسية التي تحققت في ما يمكن أن نسمى بالوعي الجمعي العربي أو الجماعي سمي ما شئت هو وإعادة مكانة القضية الوطنية الفلسطينية من ناحية وإضاءات حمراء في كل مراكز صنع القرار العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية وما سواها أنه لا يمكن أن يكون هناك وجودا طبيعيا للإحتلال الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط ما لم يكن هناك دولة فلسطينية يشعر الفلسطيني بالرضى في أنه قد قرر مصيره بحر إيراني أردت القول بأن نوازع إسرائيل ساقتها إلى اعتقاد خاطئ بأن تطبيعها مع بعض الدول العربية وشكلوا لها السقفة التي تريد لتمرير كل هذا التقتيل وكل هذا الدمار غير المبرر وغير المسبوك في التاريخ الإنساني بحق الشعب الفلسطيني هي أخطأت في تقديرها جانبة الصواب؟ قطع الأخطأت للاعتبارات متعددة لكن من حيث المبدأ وهو الأساس أنت تعلم وكلنا شاهد أن رئيس حكومة الاحتلال بنيمين نتنياهو قد أعلن من علامة الأمم المتحدة قضيتين أساسياتين الأولى أنه لي الفلسطينيين يشكلوا أقل من 2% من هذه المنطقة وأن هؤلاء لا يمتلكوا الحق في الرفض أو وضع البيتو على ما يسمى بعمليات تطبيع الثاني طبعا أنا أقدر أتكر بالنصريح أن موقف المملكة العربي السعودي رغم كل الضغوطات التي عليها قد أحدثت ما يمكن أن نسمى كوة مباشرة في استعادة مركزية القضية الفلسطينية حينه حيث ربطت هذا بداك القضية الثانية أنه قد قال في خارطة على منبر الأمم المتحدة كان يجب أساسا أن تحضر من كل أرشيف الأمم المتحدة لأنه خارطة تخيلي لما يمكن أن نسمى بالشرق الأوسط الجديد بما فيه مكانة دولة الاحتلال في الشرق بشكل مباشر لذلك أنا أعتقد أنه الكارثي في حينه فيما يخص موضوع التطبيع على نحن خاص في أن الاحتلال قد شعر أنه لم يعد نالك لا ثمة حاجة ولا ضرورة لحل القضية الوطنية الفلسطينية وأنه بالإمكان أن يستفرد بالشعب الفلسطيني بشكل مباشر فجاء أبناء الأمة من جديد ليقولوا أننا مع الشعب الفلسطيني وأننا لا نقبل بهذا الجسم الغريب ليكون طبيعيا على حساب وجود الشعب الفلسطيني بشكل الأواخ هنا دعني أسألك الجماهير العربية قدتها عطفتها قدها ما يعتمل وعيها ودينها أنا أريد أن أسأل معنى حديثك أنها لم تندفع للدفاع عن فلسطين لم يكن هذا الاندفاع عاطفي ولكن لأن فلسطين ثم تم يميزها هي مكون جيوسياسي مكون جغرافي مكون حضاري تاريخي مقدس إلى آخره هل لهذه الاعتبارات اندفعت هذه الجماهير باتجاه الدفاع عن فلسطين يعني أنا أستطيع أن أوافق نعم وأنا أستطيع أيضا من إذن بالتالي هذا يمكن أن يشكل رهان قولا واحد شوف أخي خالد أولا بدي أحكي جملتين ثم سأعيد لك ما يجب أن يقال الثورة الفلسطينية ونضالات الشعب الفلسطيني التي سبقت الثورة الفلسطينية عام 1965 النضالات التي بدأت منذ الانتداب البريطاني حتى الآن كان لها حاضن أساسي ما بين أبناء الأم العربية وكل ما يمكن أن يسمى من الانتدابات التي حاولت التقطيع وحاولت الفصل وصنعت ما يسمى بالحدود الوهمية وغير الوهمية وحاولت أن تنشئ ما يسمى بالدولة القطرية والدولة الوطنية على حساب الوطن العربي الكبير مهما طالت ليست أبدي وأبناء الأم العربية سيستعيدوا وحدتهم وأنا برأيي الشخصي وهذا جزء من السياسة الدولية أن هناك في الاستراتيجات الدولية يجب المحافظة والإبقاء على الأم العربية مفككة الأم العربية أقصد الأم العربية بالمعنى الحرفي الكلمي التي بها الدين الإسلامي مجاب بالمناسبة حتى مسيحي الشرق يعتبر حلهم جزء أصيل ومكون أصيل وهم كذلك وهم كذلك لمن يقرأ التاريخ هم كذلك ولكن أيضا حتى جزء من سلوككم اليوم صار قرم الأم العربية وفي حدود استراتيجية في كل منطقة سواء كان منطقة شمال أفريقا ومنطقة الشرق الأوسط الموضوع الثاني الذي يجب أيضا أن يذكر أنه إحنا كانت حواضرنا الشعبية والجماهيرية من أبناء الأم العربية إحنا كنا موجودين في لبنان كنا موجودين في الأردن كنا موجودين في سوريا كنا موجودين في تونس وأيضا نعم حتى أبناء الخليج العربي قد قدموا كل ما يمكن أن يقدم لثورة الفلسطينية هل بالإمكان أن يكون هذا إلى الأبد أنا برأيي أنه نعم بالإمكان أن يصار إلى ذلك بطريقة أو بخرى حتى يتم تحقيق وتقرير مصير الشعب الفلسطين الجملة التي أحببت أن أجيبك في البداية أنا من المؤمنين إيمانا قطعين أن دولة فلسطين قادمة لا محالة إن لم يكن في عهد ولا في جيلنا ربما في جيل أبناء لا ليس في جيل أبناء في جيل أحفادنا والثاني أن وحدة الأمة العربية لو تأخرت ألف عام ستعود أما إذا عادت فلربما لا تخرج حتى قيام الساعة أنا أشاطرك الرأي وأوضيف أنه فلسطين بند أول على جدول عمل التاريخ لا يمكن إزاحتها هذا ثابت من الثوابت التاريخية لكن بدي أسألك الرهان يعني الجمهور على الرهان لكن ما الذي علينا فعله حتى لا يسقط هذا الرهان لأنه نتعرف أن القوى الغاشمة القوى الطاغوت التي تكالبت على فلسطين وتآمرت عليها كمنجز تاريخي وحضاري هو لماذا مستهدف في فلسطين أنه الفلسطينيون أولى بأن نعيد قراءة هذا التاريخ بلدنا بالتالي كيف يمكن لنا أن نحافظ على هذا الرهان كي لا يسقط أنا مؤمن أن هذا الرهان لن يسقط ربما يعيش بين فترة وأخرى حالة طعف نحن من عام 2016-2017 كان هناك بعض كتاب الرأي في بعض الملاطق العربي بطريقة أنه أبو أخرى كان يشيع ولا ربما يشهر إدعاء في محاولة دمج الاحتلال بطريقة أبو أخرى وفي محاولة وضع القضية الفلسطينية على الملف الثاني أو الثالث والبعض ربط التنمي وتقدم الأم العربي بالقضية الفلسطينية ويعني قضايا كثيرة لكن أنا اللي بقدر أقوله كمان أخرى مرة الجملة التالية. شوف أخي خالد عقب الانتداب عقب انتهاء مرحلة الانتدابات كان هناك ما يمكن أن نسمى بزعماء التحرير إنشئت وكان في جمال عبد الناصر كان في هوارب المدين كان في القضاة في مبلوماسي كان في فيصل واللي أنا بعتبر أنه اليوم حجم الضغط خاصة بعد ثورة المعلومات حجم الضغط والتحكم في مصاري العالم بشكل أو باخر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر بكثير مما كان في الخمسينات والستينيات ولكن هذا لا ينهي على الإطلاق أن الوجدان والنبل والبذل والعطاء العربي متواصل ولن يتوقف لا على مستوى ابناء الأمي ولا حتى على مستوى أربع من ذلك. إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الإرادة حاسمة أنا برأيي أنه يجب أن لا نستصغر أي فعل كان ونحن معلوم أنه مئات الألاف إلى حد المليونيات في بعض العواصم العربية قد خرجت. ومليونيات من الجاليات العربية والفلسطينية وأحرار وشرفاء العالم قد قامت في عواصم أجنبي أخرى وهذا ليست سابقة في التاريخ. ولكنها لم تعد موجودة الآن إلا مع الشعب الفلسطيني. هذا الشعب الفلسطيني هل يبالغ عندما يطالب العرب والمسلمين جماهير الأمة العربية والإسلامية ببدل المزيد من أجل فلسطين؟ هل يبالغ هل يغالغ؟ مطلقاً لا. الشعب الفلسطيني إذا مطلب من أبناء الأمة إخوته وأشقاء في أن يندفع لصالح القضية الفلسطينية لا يبالغ. وهم يعلمون أيضاً أن أبناء الشعب الفلسطيني لم يتوقفوا يوماً واحداً في وجه أو على الأقل صامتين أمام أي قضية عربية. نحن بالنسبة لأن الفلسطينيين في طوال مراحل التحرر الوطني. بالمناسبة خالد أنا من الناس المؤمنين أن الفلسطيني المؤامرة التي وقعت على فلسطين في بداية القرن الفائت التي كانت أهم منارات الشرق الأوسط من منارات الوجود الحضري والإسلامي الفكري في كل المسارات إلى البنية التحدية والعمراء والاقتصاد في كل ما يسمى في هذه المنطقة. هذا كانت أحد الأهداف في محاولة القضاء على الشعب الفلسطيني. ولكن الذي فعلوا الاحتلال والانتداب البريطاني ثم الاحتلال الإسرائيلي مع عقب ذلك من تهجير للشعب الفلسطيني أفضل إلى حقيقة مفادة تالي. الشعب الفلسطيني اليوم يسهم في كل الحضارة الإنسانية في كل أسقاع المعمورة وفي كل أسقاع هذا العالم لا يمكن أن ينتهي الفلسطينيين إلا إذا انتهى العالم. يعني واحدة من الثانتين. قيامتنا وقيامتنا وقيامتنا العالم تقوم مرة واحدة. أما إذا قضي على أبناء الشعب الفلسطيني في رمالله موجودين في القدس. وإذا قضي عليهم في الضف الغربية موجودين في الأردن. وإذا قضي عليهم في الأردن وفي الشرق الأوسط موجودين في أوروبا. موضي قضاء على الفقرب وموجودين في أمريكا الأثنين وهل ومجرة إما أن ينتهي هذا العالم فينتهي الفلسطينيين وإما أن يبقى العالم والفلسطين بقوي ماذا عن الإعلام النقيضة الذي يعتمله كل هذه الوحشية كل هذا الإرهاب كل هذه الغطرسة أفرط في استخدام القوة واستخدم قوة غاشمة غير مسبوقة في التاريخ لو أردنا تفكيك هذا الوعي شو بنلقي جوا يعني برأي صناع السياسات الاستراتيجية في العالم هم الذين يدفعوا بالبروبوغاندا الإعلامية القائمة في زمن خلاء صنع التليوت اليوم بطلتي اللي بتحرك وليه اللي بتشكل وعي العالم اليوم ربما مواقع سوشال ميديا بتشكل ما يمكن أن يسمي الوعي العالم بطريقة أو بأخرى بعد ثورة المعلومات وتحديدا يعني بعد التطور الأخير لكن الذي يحصل الآن أنه الحقيقة المزيفة التي يتم لأنه كمان اللي عمل لك السوشال ميديا هو اللي بتحكم في أنه التويت اللي بتخصك تظهر ولا ما تظهر وبالتالي ما يمكن أن نسمى بالكذب وما يمكن أن نسمى بالتدليس وما يمكن أن نسمى بالتغيير والبروبوغاندا المعاكسي والمعادي للشعب الفلسطيني تظهر ربما أكثر رغم ذلك حجم القوة البشرية التي تقف إلى جانب الحق الفلسطيني هي التي لا تصدق ما يقال ضد الشعب الفلسطيني وتصدق ما يحصل لصالح الشعب الفلسطيني يستشد أمام كل العالم مرة واحد ورغم ذلك لا يوجد هناك قوة أخلاقية تدفع في بعض الإمبراطوريات القائمة وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية في أن تقول كفى وأنه يمكن أن يحلل الموضوع بطريقة أخرى وأنا أستطيع أن أقول لك كمان جملة أخرى الاستقرار كل محاولة الاتفاق على حقوق الشعب الفلسطيني في هذه المنطقة لا يمكن أن تصل إلى نتيجها النتيجة الوحيدة التي يمكن أن تحقق استقرارا وأمنا في داخل منطقة الشرق الأوسط هو أن يرضى الفلسطينيون والفلسطينيون لا يمكن أن يرضوا دون أن يتم تحقيق دولة فلسطينية مستقلة وعصمة القدس وأن يقرر الشعب الفلسطيني مصيره بحر إرادة ومشي فامي زعرير أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني أود أن أشكرك جزيلا الشكر أن كنت ضيفي في بيت للكل في هذه الحلقة الخاصة شكرا جزيلا لك بيت للكل متواصل نحن إلى الجزء التالي بحوله مساء الخير مشاهدينا من استوديوهات التلفزيون الأردني هو حلقة من برنامج بيت للكل نتحدث من خلالها عن إحياء القضية الفلسطينية في الوعي والوجدان للشباب العربي فاسمحوا لنا أن نتحدث ضمن هذا الموضوع مع سعادة النائب الأردني الدكتور بلال المومني وهو أيضا رئيس اللجنة لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الأردني أهلا ومرحبا بك سعادتك أهلا بك أخت لانا يعطيك ألف عافية مبارك الله بك أكيد يعني الآن هذه الأفعال اللي أصبحت أمام العالم أجمع رسقت في الوجدان والوعي للجيل والشباب العربي وذلك من خلال إعادة إحياءها في عقول وتفكير وذهن الشباب والأجيال العربية القادمة مدى تأثيرها وأيضا كيف نعمل على إعادة إحياءها وترسيخها في الوجدان الشباب العربي بداية أشكرك ويعني أشكرك على هذه الإطلالة حقيقة وهذا دائما نحن متعودين في التلفزيون الأردن يعني هم يكونوا دائما حاضرين خاصة أننا اليوم نعيش مع إخواننا الفلسطينيين معاناتهم في هذه الإبادة الجماعية اللي يعني بيتعرضوا إلها أشقائنا الفلسطينيين وإحنا في الأردن دائما يعني تعودنا نكون قريبين من أي شيء يحدث على الساحة الفلسطينية سواء كان في الضف الغربي أو في قطاع غزي اليوم نحن أمام مصطلح وحيد لما يتعرض إلها أشقائنا في الضف الغربي وفي قطاع غزي وهو مصطلح الإبادة الجماعية حقيقة أنا لتحفظ كثير على مصطلح الحرب يعني الحرب لا تنسجم مع ما يتعرض إلها أشقاء الحرب لا تنسجم بين من يطالب بحقه في الحياة ومن يريد أن يهدر هذه الحياة بشكل الوسائل أطراف النزاع غير متعادلة غير متعادلة فأنا يعني مصطلح الحرب لا أتفق معه مع ما يحدث وإنما يعني هو المصطلح الذي يجب أن يتم التعامل معه هو مصطلح الإبادة الجماعية اليوم نحن على مدار تقريبا ثلاثين عام العالم يحاول أن يحصر القضية الفلسطينية في بعد واحد فقط وهو البعد الفلسطيني وكان هذا يعني أنا أعتبره كان المقتل إلى قتل القضية الفلسطينية لأنه بالأردن نحن نتعامل مع خمس أبعاد للقضية الفلسطينية صحيح أبعاد كثيرة أبعاد كثيرة يعني غير البعد الفلسطيني في عندنا البعد الأردني نحن في الأردن نعتبر القضية الفلسطينية شأن داخلي قضية أردنية صحيح بالإضافة للبعد العربي القومي والبعد الديني وما ننسى البعد المهم جدا وهو البعد الإنساني ما يحدث اليوم وهذا البعد اللي أنا راح أتكلم به اللي يعاني منه أشقانه وهو البعد الإنساني صحيح لأنه هذا لا ينسجم أبداً لا مع مبادئ ولا مع قيم ولا أعراف إنسانية هذا الهدر إلى كل ما ينبض بالحياة على الأرض الفلسطينية وأنا هم بركز على مصطلح الأرض الفلسطينية لأنه إذا كنا متوقع أو منعتقد بأنه الذي يحدث يحدث فقط في قطاع غزة هو الحالة اللي يعني أشد كارثية في قطاع غزة ولكن أيضاً الضفة الغربية اليوم تتعرض كما سقط شهداء في قطاع غزة سقط شهداء آخرين في الضفة الغربية ولا تجزئة بين قطاع غزة والضفة الغربية ولا تجزئة فأنا بأعتبر من الأمور اللي ممكن تأثر سلبياً حتى وهذا الشيء اللي يجب أنه نخلق فيه حالم الوعي حالم الوعي الشموري لدى شبابنا وأمتنا العربية والتركيز على مفهوم العربي لأنه ما يحدث لا يميز بين عربي مسلم أو عربي مسيحي الكل مستهدف الآن اليوم القتل والإبادة التي تعرض لها شقالنا الفلسطينية هي شملة الجميع فالكل متوحد في مواجهة والمعاناة من الإبادة التي تحصل اليوم نحن أمام حالة جديدة من الوعي أنا براي خاصة ونحن نعرف بأنه النشاط الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الوسائل اللي أثبتت أنه إلها إيجابيات كبيرة جداً في يعني على الأقل إظهار المعاناة الحقيقي اللي بعاني منها أشقاء خدمتنا في طوافان الأس طبعاً خدمتنا بشكل كبير جداً نقلت المعاناة الحقيقي أنا كنت قلق مبارح بس مع أخبار أنه أنه خدمات الإنترنت تغيب بالكامل عن قطاع غزة لأنه هذه الخدمة كانت هي الناقل الحقيقي لما يحدث من معاناة وهذه الصورة الإيجابية اللي إحنا كنا دائماً نرجوها من وسائل التواصل ومن الخدمات الإنترنت بكل صورها فاليوم إحنا أمام حالة جديدة كنا خايفين على الجيل الشباب اللي أعمارهم ما دون العشرين عام أنه يعني ينسى القضية والحق يعني بالضبط وأوضيع القضية من أذهانهم اليوم اللي صار على الرغم من كارثيته وحجم معاناته إلا أنه أعاد إحياء القضية وأنا بشكرك على هذا الشرطيل وبهذا الموضوع بأنه أعادت إحياء القضية الفلسطينية حتى في أذهاننا إحنا اللي أعمارنا يعني دخلنا فيه بعد الأربعين وبعد الخمسين يعني كنا بحاجة وكأنه إحنا فيه لحظة من لحظات عنينا من غياب القضية الفلسطينية وكأنه القضية الفلسطينية وأرجع فيك إلا ما تحدث فيه إن حصرت بالبعد الفلسطيني في وقت من الأوقات اليوم أعادت إحياء القضية في أبعادها الرئيسية الثلاثة اللي هو البعد القومي البعد العربي والبعد الإسلامي والبعد الإنساني العالمي هذه الأبعاد اللي إحنا بلحظة من اللحظات افتقدناها واللي اليوم أعادت ما يحدث هذه هذه الإبادة الجماعية سيد الكريم نتحدث عن الأردن والشباب الأردني وعندما نتحدث عن فلسطين الطفل الذي يستشهد في فلسطين هو طفل أردني الآن نسير في الشارع الأردني الشباب الأردني أصبح هناك حتى في مدارسنا الأطفال في الروضات في المرحلة الأساسية في المدارس الأردنية الكل يتحدث عن فلسطين صغيرا وكبيرا هذه الأجيال الأردنية الآن تم إحياء فعلا الحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية هل هذا يشكل خوف ورعب لدى الجانب الإسرائيلي والدول أيضا التي تساعد إسرائيل في هذا الموضوع؟ بالتأكيد بالتأكيد للأسف من أيام الربيع العربي أصبح التركيز وكان كل حدفين مهتم فيه شأنه الداخلي ويعني ليس الكل يتعامل بنفس الجدية مع ما يحدث من إبادة ومن قتل ومن اضطهاد ومن إرهاب في الأراضي الفلسطينية وخلينا نتعامل في مصطلح الأراضي الفلسطينية أنه هذا يشمل الجميع صحيح نحن في الأردن كنا على تماث مباشر دائما ولكن لدى العديد من الدول الشقيقة كان فيه فتور باتجاه التعامل مع القضية الفلسطينية تفاوت بشكل متفاوت في بعض المواقف من الأشقة كانت ترفع لها القبعة احتراما وإجلالا ولكن البعض كان يعني وكأنه بوجه رسالة أنه هذا شأن فلسطيني إحنا شو دخلنا للأسف وهذه المشكلة الكبيرة لأنه أنت أمام عدو وأمام عدو صهيوني أمام نظرة متوحشة جدا ومن بدأ بغيرك لن ينتهي إلا بك وهذا الأمر موجود في عقيدة هذا العدو اللي يعني بتعامل مع أشقانا بوحشية وعدم ولا إنسانية مطلقة في كافة تصورها في الأردن حقيقة أنا بظل أقول دائما وهذا بثقافتنا موجودة القضية الفلسطينية موجودة في ثقافة الأردنيين بالنسبة للأردنيين ما كان فيه يعني ممكن ما حدث الآن فداحة الارهاب اللي قاعدين نشوفه الألم اللي بعاني منه أشقانا يعني خل هذه القضية تعود بشكل طوي جدا ولكن هي موجودة في الأساس لم تغب وحتى يعني احنا في خطاباتنا في كلامنا الرسمي في كلامنا الشعبي على كل المستويات القضية الفلسطينية كانت حاضرة يعني وبحضرني بهذا الأمر حتى خطب العرش خطب جلالة سيدنا دائما كانت القضية الفلسطينية هي العنوان الأبرز لا يوجد خطاب لجلالة الملك يخلو من القضية الفلسطينية وهون اللي برجعنا للقاعدة الأساسية بأن القضية الفلسطينية بالنسبة للأردنيين هي شأن أردني هي شأن داخل الأردني إذا ما حلت هذه القضية بالشكل الذي يجب أن تحل فيه لن يكون هناك يعني إنهالها بسرط ودائما جلالة الملك نحن متفقين على الخطاب الذي يصدر من جلالة سيدنا بأنه حل الدولتين القدس عاصمة الدولة الفلسطينية هذه العناوين المضامين الأساسية بالخطاب المتواجدة دائما في الخطاب الرسمي وهي متواجدة في ضميره وجدان الأردني سيد الكريم كمان نريد أن نذكر أيضا بأن جلالة الملك كان في أكثر من محفل دولي عندما يذهب كان يأخذ معه الشباب الأردني وكان يتحدث في هذا المحفل عن القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني الآن نأتي وحضرتك رئيس للجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الأردني كم اهتمت فعلا مناهجنا الأردنية سواء كانت في المدارس سواء كانت في الجامعات الأردنية في ترسيخ القضية الفلسطينية في أذهان وعقول الشباب الأردني على مقاعد الدراسة سواء كانت في المدرسة أو الجامعات مناهجنا كم تضم أبواب وفصول كثيرة بين طياتها تتحدث عن القضية الفلسطينية بالله نقول له بهذا الخصوص وأشكرك على هذا السؤال لم تغيب القضية الفلسطينية عن مناهجنا حقيقة ممكن كان في بعض التحفظات بزخم ذلك ولكن هي موجودة يعني في التربية الإسلامية موجودة في اللغة العربية موجودة في التربية الوطنية عندما نتحدث عن التربية الوطنية موجودة هذه المناهج المتعلقة لكن هل بالزخم الذي نحن برنيه؟ اليوم نحن نتكلم عن القضية الفلسطينية ضمن مرحلتين أساسيات القضية الفلسطينية ومنعطفات التي دخلت فيها قبل اتفاقيات السنة والقضية الفلسطينية والتأثيرات التي طرأت عليها بعد اتفاقيات السنة ما هو المستجدات أو التطورات التي أحدثتها هذه الاتفاقيات التي انقضى عليها زمنيا تقريبا ثلاثين عام اليوم هذه الثلاثين عام ما هي الانعكاسات أو الانعطافات الإيجابية؟ للأسف أنه اليوم لم نجد ولا أي إيجابية واحدة لإتفاقيات السلام ترأت على القضية الفلسطينية الدولة الفلسطينية لغاية الآن لم ترى النور العدو الصهييني ما زال يمارس شتى أنواع الإرهاب اتجاه أشقان الفلسطينيين المقدسات والمقدسات حقيقة أنه كان للوصاية الهاشمية على المقدسات دور إيجابي وكأنه بدون الوصاية الهاشمية التي أصبحت هي الدرع الواقي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية هذه الوصاية أثبت بأنها قد تكون فعلا هي الدرع الواقي لهذه المقدسات وعدم يعني على الرغم من محاولات الصهيينة تدنيس هذه المقدسات يعني انتهاك حرماتها إلا أنه ما زالت تشكل الوصاية الهاشمية درع واقي لهذه المقدسات حقيقة لأنه لغاية هذه اللحظة ما زالت الدولة الفلسطينية لأننا كلنا ننتظر على أحرم الجمر أنها تكون دولة بكافة معطياتها بكافة أركانها دولة قائمة إلا أنه إسرائيل لا تلتزم في المواثيق ولا تلتزم في الاتفاقيات كنا إحنا كثير متطلعين بإيجابية بأنه اتفاقيات السلام ستحدث أثر إيجابي بالنسبة للعرب ومعندنا مشكلة بالنسبة للإسرائيليين إلا أنه هذا العدو هذا الكيان لا يرى إلا نفسه في أي اتفاقي أو في أي مواثيق هذا الأمر وخاصة بعد الانتهاكات الأخيرة وخاصة بعد الإبادة الجماعية التي تعرضت إلى أشياء لأننا في قطاع غزة نحن في لجنة التربية والتعليم النيابية كان لنا لقاء قبل أسبوعين مع مركز تطوير المناهج وأشرنا إلى موضوع القضية الفلسطينية وضرورة التركيز عليها كمنهاج مستقل تدرس إلى أبنائنا في المدارس واليوم خطينا خطوات في هذا الموضوع النعود كما كان في السابق نتذكر ساعتك سابقا من عشرات السنوات كان هناك كتاب خاص منفرد القضية الفلسطينية موجود في المدارس في كافة مراحلها التعليمية وأيضا في الجامعات حتى نتذكر نشيدة كنا أطفال صغار فلسطين داري ودرب انتصاري وهذا يدل على كم القضية الفلسطينية كدولة أردنية نرسخها في أدهان أطفالنا وشبابنا الأردني ساعتك أنا في موضوع الأجيال والشباب كيف يمكن نوجه كلمة للشباب الأردني كيف يمكن دعم الصمود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية ونصرة إخواننا في فلسطين ماذا بإمكان الشباب أن يقدموا؟ الوعي 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 يجب أن يكون الشباب الأردني والشباب العربي على مستوى عالي من الوعي ونعرف بأن القضية الفلسطينية ليست قضية متعلقة بالفلسطينيين فقط صحيح القضية الفلسطينية متعلقة بكل ما هو عربي و بكل ما هو مسلم و بكل ما هو إنساني هذه الأبعاد الرئيسية للقضية الفلسطينية يجب أن نتمسك فيها حقيقة و ما نرضى أبدا بمحاولات البعض تقزيم هذه القضية على أنها قضية هي متعلقة بالفلسطينيين و هاي مشكلتهم يحلوها لوحدهم لا لن تحل القضية الفلسطينية إلا بجهد أردني عربي مسلم و بجهد عالمي يجب أن تتشكل حالي من الوعي بحيث هذا الوعي عند الشباب يشكل حالي عامة لدى الشباب العربي و الذي ممكن يخلق حالي من الوعي عند العالم كله اليوم نحن نرى تفاعل عالمي على المستوى الشعبي اليوم العالم كله و هذا الأمر كان انطلقت شرارته من عمان على فترة أول يعني واسمحي لي أتطرق لهذا المجال يعني بالمستوى الشعبي و بالمستوى الرسمي من أول يوم من 7 أكتوبر عندما بدأت هذه الإبادة الجماعية جلالة الملك بدأ جولات عالمية و على كافة الأواصم والدول المؤثر بها و كان له و خلق حالي من الوعي بأن ما يحدث على الأرض الفلسطينية مش عملية حرب إنما هو عملية إبادة بين من يقاوم و من يدافع عن حق في الحياة و من يعني يحاول سببه ذلك الحق المسيرات اللي بدأت في عمان و المدن الأردنية و كل نواحد أردن انتقلت عدوها إلى كافة دول العالم هذه الحالة برأيي الوعي الذي تشكل لدى الشباب الأردني في الأردن بداية ساهم بشكل مباشر و غير مباشر في خلق حالي من الوعي في الدول العربي و في العالم أجمعي اليوم إحنا أمام وعي كامل في حق الفلسطينيين حقهم في دولتهم حقهم في حياتهم سلب الحياة اليوم لما نسمع إحنا تقريبا من 70 إلى 80% من ضحايا هذا العدوان الصهيوني من ضحايا الإبادة الجماعية هم من النساء و الأطفال إحنا أمام عدو لا يرحم أمام عدو لا يمت للإنسانية بصيلة أمام عدو يحاول ممارسة الكذب بأبشع صوره حتى يعني يبرر رواياته في هذه الإبادة على موضوع الرواية سعادة النائب كيف يمكن لهذا الجيل العربي نتحدث عن الشباب الأردني أيضا و أنت تعلم بأنه عندما نريد أن نواجه فكر علينا أن نقدم فكر مضاد له الآن كيف يمكن أن يستخدم الشباب وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تسوق الرواية الحقيقية للحق الفلسطيني نحن لا نريد تشويه ولا تزيف ولا تكديب نحن نظهر الحق وهذا حق تاريخيا و حق دينيا و حق في كافة جوانب الإنسانية و الحضارية كيف يمكن لهذا الجيل أن يستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي لنصرة إخواننا في فلسطيني؟ نقل الرواية الحقيقية في إظهار الصورة الصحيحة نعم و لغاية اليوم بكل الروايات التي نسمحها من إعلامنا العربي حتى الإعلام الأجنبي نحن لا شك أن الأمام حالة من الوعي العالمي حقيقة كل العالم الآن أصبح يدرك بأنه الفلسطيني هو يدافع عن حياته يدافع عن حقه في أرضه الفلسطيني هو من تمسل به حريته و من تمسل به حياته و من تمسل به أرضه و الطرف الآخر هو المعتدي اليوم حكيت لك كيف هو الأمر خطير جدا و كيف الخسارات فادحة إلا أنه ساهمت و لو ساهمت بهذه الإيجابية وهي إظهار الوجه الحقيقي إلى الشعب الفلسطيني و الوجه الحقيقي إلى الطرف الآخر و هم الصخاينة حتى اليوم نجد أن هناك من اليهود من يتبرى من أفعال الصهيونيين اتجاه أشقان الفلسطينيين هذه الحالة أنا برأيي يجب استغلالها في كافة وسائل التواصل الاجتماعي بإظهار صورها العميقة اليوم تشكلت حالة كبيرة من شبه الوعي بحق الفلسطينيين أنا برأيي هذا الأمر أصبح نقطة إيجابية إننا كعرب بشكل عام حتى نكون داعمين قويين لأشقان الفلسطينيين و عدم حصل القضية الفلسطينية بس بالفلسطينيين أكبر سلبية ممكن تكون بهذا المجال إنه نقول والله هذا شائن فلسطيني و ليس شائن عربي أو شائن إنساني وأن ما يحدث في غزة هو منفصل عن الضفة الغربية لا يوجد تفصل لأنه بنفس الوقت التي تمارس به الإبادة الجماعية في قطع غزة يتم مبارسة القتل في مدن الضفة الغربية في جنين و في نابلس و في غيرها نعم أنا أود أن أشكرك سعادة النائبة الدكتور بلال المومني و حضرتك أيضا رئيس لجنة التربية و التعليم في مجلس النواب الأرديني شكرا لحضورك في برنامج بلالك أشكرك شكرا لفعاتي بارك الله فيك شكرا الجيل الحالي بدأنا نتابع إنه الجيل الحالي يتأثر كثيرا ويتفعل أكثر والجيل الحالي بدأ يرى بنفسه كل المذابح ويرى الإبادة اللي موجودة في قطاع غزة لو عدنا مع حضرتكم للتاريخ وهذه الجرائم لم تتوقف أبدا طوال القضية الفلسطينية التي دامت أكثر من 75 عام كلنا نذكر عام 1948 نذكر تماما المذابح برياسين قلقلية 56 وأيضا نذكر مذابح زي خان يونس أيضا سنة 1956 وغيرها من صبرة وشتيلة وكل المذابح والجرائم الحرب التي كانت موجودة على أرض فلسطين إذن ما الذي حدث هذه المرة؟ الذي حدث هذه المرة بأن الحرب على الهواء بمعنى أن كثرت كل التغطيات الأعلامية الموجودة وخاصة التغطيات الأعلامية التي تنقل الحقيقة كما هي تماما ولا تكذب ولا تنقل الإعلام الكاذب الذي يحاول دائما المحتل الإسرائيلي الغاشم أن ينقله من خلال وسائله الإعلامية ومن خلال المتعاطفين معه إعلاميا أيضا سواء في الدول الغربية أو الأمريكية اللي حدث أكثر أيضا أنه الشباب أو الجيل الحالي من السن الصغير بدأ يتفاعل على السوشيال ميديا بدأ يشاهد مشاهد كثيرة بدأ يتابع فيديوهات بدأ يتواصل مع أهلنا في قطاع غزة خاصة من السن الصغير الذي يماثلهم فكانت إذن هو التوثيق بدأ يشعر بالقضية بدأ يسأل وبدأ يتفاعل كثيرا نحن اليوم أمام حرب إبادة أمام ما يحدث في قطاع غزة ولكن على الهواء صوت وصورة وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي هذا ما يعيش الجيل الحالي تعالوا معنا مزيد من التفاصيل والتحليل كيف حدث هذا وما الفائدة بأننا ننقل كل شيء صوت وصورة الآن معي أيضا في ستوديو القاهرة الباحث بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية الأستاذ علي عاطف مساء الخير وأهلا بك أستاذ علي مساء الخير يعني يمكن كنا بنتحدث واليوم في حلقة بيت للكل نحن نتحدث عن الجيل الحالي الجيل الحالي يتابع الجيل الحالي يشاهد والجيل الحالي أيضا هو من أدار فكرة المقاطعة لكل من يتعامل مع المحتل الغشب يعني احنا في الحقيقة منذ بدء الصراع في قطاع غزة في يوم 7 أكتوبر احنا شفنا أن فيه يعني تأثير كبير جدا للثورة الرقمية وانتشار أجهزة التكنولوجيا الحديثة لدى جيل الشباب احنا شفنا أن ده كان ولا يزال مؤثر جدا فيه نمو الوعي أو المعرفة لدى قطاع الشباب على وجه يعني بشكل مؤثر أكبر لدى الشباب شفنا أن يعني جميع أجهزة التكنولوجيا الحديثة من التليفونات وغيرها يعني أثرت على وعي الشباب تجاه القضية الفلسطينية تحديدا خلال الفترة الماضية شفنا أن أحدفت لهم يعني معرفة لحظية أو لحظة بلحظة فيما يخص تطورات القضية الفلسطينية شفنا أن هما أدركوا جوانب القضية بشكل أكبر شفنا أن الناس أو الشباب تحديدا بدوا أن هما يقرأوا بشكل معمق أكثر فيما يخص القضية الفلسطينية خلال الفترة الماضية تابعوا الأحداث يعني لحظة بلحظة وتكونت لديهم يعني صورة معمقة تجاه ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية في الوقت الحالي ويعني خلال العقود الماضية ده يعني إحنا ما كناش يعني شايفينه أكثر قبل انتشار يعني الثورة الرقمية في الوقت الحالي أو أجهزة الانترنت إحنا يعني شايفين دلوقتي أن جميع أو أغلب قطاعات الشباب لديهم أجهزة تلفونات محمولة مزودة بالانترنت الجميع يستخدم هذه الأجهزة وأيضا يستخدمها في مسألة معرفة ما يحدث حوله في البلدان الأخرى ومن بينها القضية الفلسطينية فبالطبع يعني هذه الأجهزة والثورة الرقمية التي نشهدها منذ يعني الأقل يعني عقدين من الزمان أعتقد أنها أسارت بشكل كبير جدا لدى جيل الشباب وانتشار أيضا وسهولة الحصول على مسألة الانترنت وأيضا انتشار مسألة السوشال ميديا فأعتقد أنها ساهمت بشكل كبير خلينا إذن نحن يعني متفقين بأن الجيل الحالي أو جيل الشباب سيما بنقول واستعملهم لكل مواقع توصيل اجتماعي والسوشال ميديا والتفاعل الموجود وأيضا أصبح لهم أراء يعني هم من يشيرون ما يحدث في القطاع هم أيضا يتفاعلون مع من يدعم المحتل الغاشمة أو الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام ولكن هل ترى أن السوشال ميديا اليوم هي سلاح ذو حدين هم يتفاعلون بالفعل وأصبح فيه وعي أكثر بالقضية الفلسطينية وبتفاصيل كثيرة لم يكن يعرفونها ولكن في نفس الوقت هل هذا الوعي منظم هل هذا الوعي ممكن يفيد القضية يعني في الحقيقة السوشال ميديا أو الإعلام بشكل عام هو السلاح ذو حدين وتحديدا السوشال ميديا لديها جانب إيجابي وجانب سلبي من الممكن أن تستخدم بعض الدول جهازة السوشال ميديا ليه التأثير بشكل سلبي على قضية ما زي القضية الفلسطينية هناك بعض الانتشار لبعض الصفحات أو كذا التي يعني تضل المعلومات أو تنشر معلومات مضللة فيما يخص القضية الفلسطينية وهناك أيضا يعني صفحات أخرى وسائل أخرى تنشر الحقيقة فيما يخص القضية الفلسطينية وتنشر ما يحدث يعني على أرض الواقع فهي السلاح ذو حدين من يعني أعتقد خلال الفترة الماضية أعتقد أن الأمر اختلف إلى حد ما لأن يعني أصبحت المعرفة منتشرة بشكل أكبر لدى جيل الشباب فيما يخص ما هي الوسالة الإعلام أو ما هي الصفحات التي تنشر مثلا الحقيقة أو الصفحات الأخرى المزافة التي لديها أهداف أخرى أعتقد أن المعرفة أيضا لديهم تطورة فيما يخص هذا الأمر طيب خلينا نقول أيضا بأنه الجيل الحالي حتى لما نزل الشوارع الغربية يعني الجيل اللي هو حتى مش الشباب حتى من العرب ولكن أيضا الشباب اللي موجودين سواء في دول غربية أو أمريكية فشفنا في مظاهرات كثيرة جدا شباب هم من يقودون هذه المظاهرات ويرفعون بالرأي هل أيضا ده لأنهم أصبحوا يرون الحقيقة والواقع على الأرض يعني الآن فكرة أنك تخفي معلومة أو أنك يعني تحاول أنك تخفي الحقيقة أصبح صعب يعني لأنه كل شيء ممكن يتم نقله في ثواني من خلال أي موقع من مواقع سوشيال ميديا بطريقة ولكن هل هذا أيضا يخدم القضية من حيث التوثيق؟ يعني الناس يبقى عندهم دراية وفي نفس الوقت أنت تقدر تستخدم أحيانا بعض الأشياء اللي بتبقى موجودة على السوشيال ميديا؟ يعني مثالة التحرك بعض الموطنين أو بعض الجاليات العربية في دول غربية أعتقد أنه لأنهم لا ينفصلون بشكل كامل عن ما يحدث في المنطقة العربية وتحديدا يعني فيما يخص القضية الفلسطينية أعتقد أن السوشيال ميديا لعبت دور كبير في إيصال المفهوم والمسألة الفلسطينية إليهم بشكل أكبر يعني أصبحوا غير منفصلين عن القضية الفلسطينية وعن ما يحدث في فلسطين فأعتقد أن السوشيال ميديا أيضا يعني عملت حلقة اتصال ما بين الشباب العربي في الدول الغربية أو أي دول أخرى وما بين الشباب العربي في الداخل فأعتقد أنها أصبحت حلقة وصل فيما يخص هذا وإحنا شايفين أن هناك تنصيق مثلا على السوشيال ميديا ما بين بعض الشباب العربي في البلاد الغربية وبعض الشباب داخل البلاد العربية أنا عايزة أروح مع حضرتك الحوار إلى منطقة أخرى هيا نتكلم على المقاطعة وهي أيضا نتيجة عمل عدد كبير من الشباب بشكل عام في يعني على مواقع التواصل المجتمعي وعلى كل السوشيال ميديا بمقاطعة كل المنتجات أو كل من يتعامل مع المحتل الإسرائيلي ويدعمه وفي نفس الوقت نحن نرى أيضا المقاطعة من الناحية الأخرى يعني أنه طبعا لأنه المحتل الإسرائيلي يرى بأن هناك مقاطعة له فهو أيضا يريد أن ننضم له مقاومة أخرى من ناحيته فكيف ترى هذا الصراع؟ يعني أولا فكرة المقاطعة أعتقد أن السوشيال ميديا لابد فيها دور كبير جدا خلال الفترة الماضية يعني الترابط ما بين التطور المعرفي والسوشيال ميديا وتوجه الشباب تجاه أو معرفة الشباب بالقضية الفلسطينية بشكل أكبر أعتقد أنه دفع أو أبرز بشكل أكبر قضية مسألة المقاطعة يعني خلال السنوات اللي فاتت لما حصل بعض أيضا المناوشات أو الصراعات داخل الأراضي الفلسطينية والاعتداءات والهجامات الإسرائيلية يعني أعتقد أن فكرة المقاطعة لدى الشباب العربي لم تكن بارزة يعني كما نراه في الوقت الحالي أعتقد أن دور السوشيال ميديا كان جوهري جدا فيما يخص يعني إبراز فكرة المقاطعة لدى قطاع الشباب تحديدا يعني إحنا بنشوف أن في الوقت الحالي كثير من الشباب قد أقدم على مقاطعة منتجات بعينها يعني يقول أنها تدعم دولة الاحتلال أو الجيش الإسرائيلي خليني أقول يعني مثلا الإعلام الرسمي عموما أو الإعلام قنوات الإعلام بيبقى عندها كمان مهمة مهمة توثيق المعلومة تأكيد المعلومة وأن هي تنقل المعلومة الصحيحة بالتالي كمان كل القنوات دي عندها طبعا منفذ على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي حتى على رأسهم طبعا القناة الإخبارية المصرية القاهرة الإخبارية أنا أقدر إزاي أستفيد من السوشيال ميديا بتاعتي ومن إعلامي الرسمي في أنه كمان الجيل الحالي بدأ يشيره وبدأ يتفاعل معي وسائل التواصل الاجتماعي الآن تحقق يعني نسبة مشاهدات يعني لدى الجميع صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي فأعتقد أن مشاركة هذه البرامج أو مشاركة هذه البسطات بشكل عام المنبثقة عن برامج تلفزيونية نعتقد أنها بكلها تأثير أيضا موازي لمسألة مشاهدة التلفزيون لأن في الوقت الحالي يعني الجميع الشباب أو أعتقد الأغلبية من الشباب لديهم أجهزة تلفون محمولة فأعتقد أنهم بيستطيعون هو خلاص هو التلفزيون كله انتقل إلى السوشيال ميديا يعني كل القنوات الإخبارية يعني حتى برنامجنا هنا موجودة على السوشيال ميديا فإذن التواصل يعني رايح جاي طول الوقت إزاي أقدر أنا كشباب عربي أو أقدر كشباب عموما أضغط على دولة الاحتلال أنا كمان من خلال استخدامي يعني مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يعني عن طريق النشر المستمر لي جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة وتكسيف هذه العملية على السوشيال ميديا فهذا الأمر أعتقد أنه سيؤثر كثيرا في مسألة رفع الوعي لدى جميع المواطنين حتى غير المستخدمين للسوشيال ميديا عن طريق تناقل أو نقل هذه الأخبار والأنباء من شخص لآخر أعتقد أن نقل هذه الأنباء سيؤثر على يعني حتى من لا يشاهدون التلفزيون بشكل عام أو وسائل التواصل الاجتماعي فأعتقد أن دول السوشيال ميديا مؤثر بشكل فعال فيما يخص هذه القضية مصر تحدثت مرارا وتكرارا على يعني عدم قبولها أبدا للتهجير القصري للفلسطينيين أو حتى التصريحات اللي كانت بتطلع من دولة إسرائيل ومن الاحتلال التصريحات يعني اللي هي بشأن أنه ممكن يتم توزيع يعني الفلسطينيين بشكل يعني توطين طوعي في دول بغيرها أعتقد هذا الموضوع لم يجد أي رواج بل بالعكس إحنا شفنا تأثير السوشيال ميديا هنا أنه أهلينا في قطاع غزة كانوا بيطلعوا ويقولوا إحنا بقين إحنا قاعدين إحنا مش حنسيب الوطن إحنا مش حنسيب بلدنا وشفنا ناس كتير مع بداية الهدنة اللي مرت يعني منذ أيام أو أسابيع البداية الهدنة اللي كانت موجودة شفنا كتير بيحاولوا يرجعوا تاني يدخلوا قطاع غزة رغم أن هما كانوا خرجوا من القطاع للعلاج ولكن عادوا مرة أخرى يعني هو ده أصلا بيندارك تحت مسألة حروب الجيل الرابع أو فيما يخص مفهوم الهندسة الاجتماعية يعني في علوم حروب الجيل الرابع هناك مفهوم الهندسة الاجتماعية وهو التأثير على الرأي العام داخل أي دولة أو تأثير على السلوك المواطنين بشكل عام وأعتقد أنه ده الجانب السلبي اللي كنا بنتكلم عنه فيما يخص تأثير السوشال ميديا وهو ده التأثير السلبي للسوشال ميديا وهو فيما يندرج تحت مفهوم الهندسة الاجتماعية التي تستخدمها بعض الدول فيما يخص القضايا معينة ومن بينها القضية الفلسطينية ولكن أعتقد برضو أن التلفزيون بشكل عام أو وسائل التواصل الاجتماعي أيضا اتنين بشكل موازي بيلعبوا دور أيضا إيجابي فيما يخص أو دور مضاد فيما يعني ضد مسألة الهندسة الاجتماعية السلبية التي يعني تراها بعض الدول هي فكرة الحرب حتى على التصريحات فكرة أننا أعود المتلقي أو المشاهد أو المستمع أننا يعني ألقي بعض التصريحات اللي هي يعتاد عليها زي تهجير القصري أو تهجير الطوعي بالضبط الاتنين الحقيقة كانوا مرفوضين رفضاً بد بالضبط طيب السؤال الأخير مع حضرتك يعني يمكن ذكرت في البداية بأن يعني في خلال القضية الفلسطينية أكثر من 75 عام شاهدنا وتبعنا جرائم الحرب على أرض فلسطين زي المذابح اللي كانت موجودة سنة 48 وسنة 56 وأيضاً 56 من قلقلية لخان يونس لصبرة وشاتيلة لديريا سين كل هذه المسابح اللي وثقت بالصورة أو كتب عنها التاريخ ولكن ما نراه الآن في عشرين تلاتة وعشرين والإبادة على غزة التوثيق بقى مختلف والحال مختلف هل هذا سيفيد القضية والمقاومة الفلسطينية فيما بعد في الخطوات المقبلة؟ بالضبط المسألة الآن اختلفت عن السابق التوثيق الجرائم في الوقت الحال أصبح بالصوت والصورة يعني احنا خلال مثلاً العقود الماضية من الصراع الفلسطيني للإسرائيل والاعتداءات الإسرائيلية على الشقاء الفلسطينيين نحن ما كناش شايفين أن هذا توثيق بالصوت أو الصورة كان فقط تداول أحاديث أو تقارير فيما يخص هذه الجرائم ولكن في الوقت الحالي احنا شايفين توثيق للجرائم الإسرائيلية ضد الشقاء الفلسطينيين بالصوت والصورة وأعتقد أن هذا قد يفيد أيضاً بعض القانونيين فيما يخص مثلاً مقاضات مسؤولين إسرائيليين محكم الدولية مثلاً جرائم حرب بالضبط يفيدهم في هذا أعتقد حتى كمان هي مزيد من الوعي يعني نحن استفدنا بمزيد من الوعي للجيل الحالي اللي هو الجيل اللي حيدافع عن القضية غداً بإذن الله فإذا كان هذا الجيل بهذا الوعي حتى وإن كانت إمكانياته الآن موجودة فقط في السوشال ميديا ولكن غداً هتكون الإمكانيات أكيد أقوى وأعمق وأفضل بالنسبة للقضية الفلسطينيين أنا بشكر حضرتك شكراً جزيلاً أستاذ علي عاطف البحث بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية أشكرك شكراً جزيلاً نورتنا في بيت للكل رسالتنا في بيت للكل الحقيقة كل أسبوع نحاول أن ندقق ما حضرتكم ندقق في كل ما يحدث وكل ما حدث في هذه الحرب التي تخطت يعني أصبحنا قرابة شهرين تقريباً ونحن نبحث وندقق إذا كان الجيل الحالي ينضم لهذا البحث معنا والتدقيق ويحاول بمفهومه ووعي للقضية الفلسطينية أن يكون معاون ويستخدم سلاح السوشال ميديا فأهلاً بكل الأسلحة إذا كانت ستكون السبيل إلى أرض الحرية وأرض السلام الاحتلال في زوال وفلسطين باقية تصبحوا على الفخير